يستبدل قوة العيرة مثلت ثورة فبراير ربيعاً للصحافة اليمنية حيث شهدت الفترة التي أعقبتها كسراً لقيود احتكار الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة نصوص الدستور اليمني كفلت للمواطنين حق التعبير بالصوت والصورة والكتابة إلا أنه عملياً لم يتم تطبيق تلك النصوص إلى ما قبل ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 كان امتلاك وسائل الإعلام محصورة على الصحف المكتوبة بينما كانت الوسائل الأخرى حكراً على الدولة وأسرة الرئيس المخلوع والمقربين من التراخص لإصدار الصحف المكتوبة ظلت متوقفة عن الصدور من وزارة الإعلام لأكثر من أربع سنوات قبيل ثورة فبراير اكترى نسم الرئيس المخلوع في تكارير المنظمات الحقوقية الدولية بأسماء صائد الصحافة في العالم الذي اعتبرتهم المنظمات أعداء للصحافة والصحفيين ترافك مع ثورة فبراير إصدار عشرات الصحف والمواقع الإلكترونية وتم كسر احتكار وسائل الإعلام المرئي والمسموع لأول مرة وظهرت عدة قنوات فضائية وأكثر من عشر إذاعات محلية وهو ما أكس حجم الزخم الذي منحته ثورة فبراير في مجال الحريات الصحفية بعد أكثر من نصف قرن على احتكار الإعلام ومنابره أصبح بالإمكان رؤية وسماع أصوات مغايرة ومختلفة ومتباينة في الفضاء العام وضع تغير بعيد اندلاع ثورة الحادي عشر من فبراير التي كسرت حاجز الخوف وفتحت فضاءات واسعة للعديد من الصحفيين للتعبير عن آرائهم بكل حرية حيث تجل ذلك في ازدياد عدد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية إحصاءات عديدة جمعتها نكابة الصحفيين في البلاد أكدت تسجيل انتهاكات أقل للصحفيين اليمنيين مقارنة بالوضع الذي كان عليه قبل فبراير 2011 في الوقت الذي أشارت فيه إلى ارتفاع معدل تلك الانتهاكات بعد انكلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 وعادة ما شكلت تكارير الصحفيين التي يتحدثون خلالها عن ممارسات فاسدة لمنظومة الحكم تهديدا حقيقيا لهم ولأسرهم من قبل مسؤولين في السلطة وهو الأمر الذي أثر سلبيا على حرية وسائل الإعلام والصحافة في كشف ملفات الفساد في بلد هو أحوج الامتلاك كوانين تعزز من حرية الصحافة والإعلام لا تقيدها أو تهدد من يعمل بها